السلام عليكم كامي بخير مرحبا بكم في فيديو جديد لي الفيديو اليوم سيكون لأشياء خاصة تركزو عليها إلا تكونوا من المتفوقين وتجيبون نقاط جيدة في المسار الدراسي ديالكم لا تستوش انكم تابعوني الانستغرام ديالي خليكم هنا في الجنب لا تستوش خلوا لي لايك وضعوا لي كومنتر اقترحتكم بالنسبة الفيديوهات القادمة وكيجيكم هذا الفيديو اشتركوا في القناة وفعروا زر الجرس بيسوط لكم تنبيهات كل مرة يحليكم فيديو جديد ان شاء الله وكذلك نبدأ في الفيديو اول حاجة واهم حاجة قد نحضر عليها هو الاستيقاظ الباكر كتشوفوا انني بزدف الفيديوهات ديالي كنضيكم على اطفاق وذكري ففي الاستيقاظ الباكر بغير موك تقدروا انكم تربحوا الوقت وكتفهموا بغير موك يكون عقل ديالكم مرتاح كيش قدر انو يكابتو انو قاعدوك تشليجاكم صعابة ككبالليل ما قدروا تفهموه في الصباح كتلقاوكم انكم كتقدروا تفهموه بسهولة تعمى لانك بنسبة الاشخاص اللي رام كي مشوا مدرسة مع تمانية احنا نظروا انجينا غالي كي دخلوا للمدرسة مع تمانية حاولوا انكم تفقوا مع السلية الصباحة كتربحوا الساعة بس تراجعوا فيها تحيدوا فيها تخيك لاراكم ديجا قريسوهم يعني شي دروس يعني فايت قريسوهم في التمكة تعودوا انكم تراجعوهم حاولوا انكم تحضروا دروس باقي ما قدرتوا ومش تراجعوا ديجا تقرؤوا شي حواج لي فيديوكم كتطول وقتكم شوية الراحة عادك تبدو في اليوم ديعكم حاولوا انكم تفقوا بكري حيث تشغالي يحدد لكم فرق كبير في حياتكم ثاني حاجة واهم حاجة ليها تنظيم الوقت وحنا كنعرفوا اهميات تنظيم الوقت قدرت ليكم فيديو على كيف هي تنظيم الوقت اخليليكم في صندوق الوصف التح دخلوا واشوفوه تنظيم الوقت4 من اهم الاشياء اللي خchtsكم تركزو عليها في حياتكم فثوى انت كتقرأ اولا ما قول veio ففي كالتالحلاتين خاس يكون عندك واحد تنظيم الوقت يعني تعرف شنو حتدير في هاد الواقط شنو حتدير في هاد الواقط شنو حتدير في الوقت شنو حتدير في الوقت الاخر مثلا كما أكرت لكم في الحاجة الاولى كما أكرت لكم في الحاجة الاقبل من هذه الاستيقال باكر فإذا انضمت وقتك أنك تتبق مع الساعة الصباح من الساعة السبعة تكون هكاك مراجعة خفيفة هكا فغادي تكون ضفتي واحد الساعة هكاك كم تفيع تحمل حاجة حيتي تحمل حاجة غير ساعة غادي تكفيك أنك بدأت تهيئ الدرس مسبقاً أو لشيحواج حالك فبالنسبة للناس اللي راهم عندهم سواء الإضافية وكيقرأوا في نفس الوقت فالحاجة أنكم تفيعوا بكري وتحاولوا تراجعوا هذه الشراء تكونوا ربحتوا واحد ساعة ولا واحد الساعة ولا ساعة ومساكك في الأول دي الصباح لديك تكتفق تقدر تفاق مع الخمسة أو الستة لذلك هكذا راجع لكل واحد على القدرة ديالو خانا كانوا نفضلك كل ما كان كل ما كتفق سيب كري كل ما استفدتي من دك السواء اللي غادي تزيد بيش تتراجع فيها شي حال من حاجة حتيش من بعد يعني من بعد المدرسة أو من بعد كده يقدرون لديك سواء إضافية يقدرون لديك هكذا حاولوا تستغلوا فترة ديال الصباح بيش تتراجعوا فيها شي حال من حويش تنظيم الوقت كيما أكتلكم من أهم الحاجة غادي تعرفوا الوقت لا تشوفوا فيه المدرسة الوقت الأخر اللي غادي تحاولوا أنكم تقرأوا فيه الوقت اللي غادي تديروا فيه المراجعة ديالك كل شي كي يكون نظام كتجي كتهز لامبلوى ديالك يعني وكتخدم لك الشي اللي راك حددته في استعمال الزمن ثالث حاجة وأهم حاجة اللي كلابت الزاف في الفيديوهات ديالي اللي هي تقنيات البامادورو الزاف منكم اللي را عم ما استعملوها ولو مجربوها لقو أنها كتبت النتائج اللي هي مفيدة مفيدة بزاف اللي هي سهلة سعليهم بزاف ديال حويش في هذه التقنية راكت تحاول أنك تركز 25 دقيقة في واحد الحاجة ومن بعد كتتأخذ اشتراح هذه خمسة دقيقة من بعد كتدوز 25 دقيقة لحاجة الأخرى لنك حاولوا ما أمكن أنكم تدروها التقنية بأنكم تاخدوا درس مثلاً أنكم تاخدوا واحد الدرس أو لوحد المادة تراجعوا علي مدة 25 دقيقة بدون أي تشتوش يعني ما تشتوش تركيزيكم حتى شي هذا لنك ركزوا جوز فيها ديك من بعد خدوا خمسة دقائق ديالكم استراحة ومن بعد كتدوزوا على ثانية للمادة الخرى وهكا غادا طيب فاش كتكون مركز واحد الحاجة لواحد المدة زمنية فكتكون كدعطي فيها أكثر مجي الحل إليك تكون شادها هات المادة وهذا المادة وهذا المادة وكتتخربق شوية كتنود كتش تخرج من البيت كتديرها كتدريك كتلق أنك تشي حاجم كتديرها مزيانة دونك تقنيات الباموضورو من أهم التقنيات اللي دي ما كنحضر لكم فيها للي الفيديو بالخاصة ضروري تكون أي واحد كيقرأ ولا كده يستخدمها حساس بغيامه وغادي تنفو الحاجة الرابعة واللي غدي نصحكم بها هي تخصيص هي تخصيص ساعة أو لساعتين للمراجعة في اليوم ديكم من غير أنكم تقرأ وكأن شو الدروس اللي راكم ديش ça درتوهم ودروس اللي بغين تحضرهم يعني القاديمية اللي باقي ما وصلتمش لن ضروري تخصوا هاد الساعة ولا ساعتين في اليوم ديكم بشكك كل مرة كتحيدوا عليكم شوية تتحيدوا عليكم شوية تتحيدوا عليكم شوية فما يجيك تكمل اللعمة تتقا وراثكم او لفاش يقربوا لمتيحانات تتقا وراثكم بان اغلب الحويج راكم قريسوهم وفهمتوهم كيبقى غير مراجعة بسيطة بسيطة تترجع تطلع عليهم وكتدوزوا متيحان ديكم بزيانة وكتجيبوهوا نقاط مزيانة كما قلت لكم ضروري انكم تخصصوا في اليوم ديكم ساعة او لساعتين للمراجعة والحاجة الاخرى اللي خاصة ضروري من اللي تكونون ممكن تبدو المراجعة باعدو وقاعد الحويج اللي راوم غادي اشتون انتباه ديكم فحال ما تراجعوش واحد البلاسة اللي فيها تفاعة الفازة مش عولة فيها ما تخليوش تليفون ديكم وحداكم اولا ديروا لي موضة افيون وخليوا وحداكم انك ستبغدو تتخدموا بتقنيات بامودورو وهكا وهكا ديروا في موضة افيون متخدموش الكونيكسو باش تركيز ديكم وكيبقى في المادة اللي راكم كتراجعو حاولوا ما امكان انكم في وقت المراجعة باعدو عليكم قاعد الحويج لراوم غادي اشتون انتباه ديكم باشاكك تعتوكتر وتفهموكتر اي حاجة قدامكم الحاجة الاخرى هي اختيار المكان مكان هادئ باش تراجعو هادئ دي ما اقول لكم عليها فكل ما كيكون مكان هادئ وما كيكونش فيه كثرة الضوضاء وكثرة كده فكتكون مركز في الحويجرة كدير وكدغي كتفهموكتر وما كتاخدش وقت كبير باش تفهمش حاجة فكيكون الضوضاء وهاكوهاكا فما كتقدش اناك تركيز في الحاجة اللي راها قدامك وعقلك اصلا كيترون لذلك ما كنقول لكم فكتكاتفع بكري كتلقارتك ان الاغلبية ناسين باكين ناس ضع ديكم وبيلا تتشي حاجة كل شي ناس كل شي كده انتفاق انفورم لون كتفهم بزاف كتفهم زيان كتفهم احويج لانك تراجعهم في الليل وما كتكونش اصلا ايان ما كتكونش دوستي واحد نهار كامل ويالله جاي بغي تراجع وكيكون فيك نعاس وإيان وكدال لك يكون عقل كصافي تشيبع نعاس وفيق مزيان باش يبدو نهار ديالو وكيكون كيشلد اي حاجاتي سيالي حاولوا انكم تختاروا مكان هادئ باش تراجعوا فيه وباش هكا بانتباه ديكم الحاجة الاخرى اللي خاسكم بغامو تركزوا فيها هي انه هي الانتباه للدرس اثناء الشرح باش كيكون الاستاد كيشرح لكم في الدرس فكونوا مركزين مركزين تماما معاه واتبهوا اي حاجة اخدوا هكا كيما كنقولوا ملاحظات على الحواج اللي قالهم كتبوه ما كاك في الجند باش هكا كي ينفوا تبغيوا تراجعوا وما فهمتوش شي حاجة كتبشوا الملاحظات لعطاكم الاستاد وكتفهموا ضغية الدرس مليكوا الاستاد كي يشرح في الدرس كونوا مركزين ما تشتوش الانتباه ديكم ما تبقوش انكم تهضروك تهضروك لا تركزوا وكل ما كنتوا في المقاعد الامامية وكل ما كيكون احسن باش هكا كي تكون كما كنقولوا مقابلين مع الاستاد ديريكت ما كيشي حاجة اللي تشتت الانتباه ديك من غير انك ينتصبورها والاستاد وكحاولوا انكم تنتابهوا مزيان اشترح دي الاستاد هاي تشترح كي يعطيكم اغلب المعلومات اللي غادي تحتاجوه اخر حاجة اللي غادي نصحكم بها هي المراجعة الجماعية خرقوا اصدقاء اللي راهو المتفوقين авوالي بحالكم في المستواء او أكثر منكم كل ما كان راهوهم كثر منكم كل ما كيتستبدوا منهم كثر كل ما كتنتوا في مقاعد اكثر وكل ما كل ما كتنصباتو ما في حالهم كت arbeعricoكا أكثر منهم هلو كحاولو انكم تخترووا الاصدقاء اللي تكونوا معاو في الدراسة شما كان يوقت ملا خديتو وقت يوم او اليومين في الاسبوع ساعة كل واحد ككورنا پس نجام شئ نجاء الرجاع الاخر ما فهمهش. دونك شي كيف فهمش وكي تكون مشاركة الافكار وهكك ضغية كتفهموا الدرس كسب. دونك حاولوا انكم تختاروا واحد المجموعة ديال الاصدقاء يعني ما تكون واحد المجموعة ما تكونش فيتا ثلاثة احسا ربعة الناس لي هكك تراجعوا ويكونوا كلهم بغيين يقرأوا كلهم بغيين يجيبون نقاط مزيانة. باش كل واحد كي يحفز الاخر وكيخلي انه يعني يخدم مزيان. وكتكون هكك روح التعاون كل واحد كيشترح الاخر. اشنو اللي ما فهمش. دونك ولا هادي يلا فيديو كنتمينا انا هاد نصائح تبقوهم. وان شاء الله تجيبوا نقاط عراركم باغينهم. ما تستوش انكم تتابعوني على انستاقرام دياني خليكم هنا يمجزن. ما تستوش انكم تخليوا لي لايك. وليا في كومونتار كزيتكم الفيديو. وخليوا لي اقتراحاتكم من نسبة الفيديوهات القادمة. دونك يلا ده بنخليكم تل مرة جاية. ان شاء الله.